السلام عليكم ان شاء الله كاما تكونوا بخير وعلى خير تكون صحتكم لا بس اليوم رح ندير معكم هذة الحلوة اللي بزاف بنينة توالم للعيد تقطع كمية كبيرة بحشوة مقرمشة وبزاف بنينة كما رحكم تشوفوا يعني الشكل انتم ما تديروا كما تحبوا انا اختارت هذا الديكور حاجة سامبل توالم للعيد تبعوا معي الفيديو نبدو في تحضير العجينة هنا يفئينا قدرت 125 غرام تاع مارغارين رح ندير عليها ثم غارف تاع سكر ناعم سكر تاعي رح نغرب له هنا انتم ما يعني المقادير تحكموا فيها تحبوا الضحف والمقادير اللي مديتها لكم انا يا ديروا 250 غرام والضحف وكامل المقادير اللي بقات انا كتفيت هنا يا غير ب125 غرام تاع مارغارين وخرجت لي كمية لبس بها خلطت المارغارين مع السكر ناعم لازم تخلطوهم مليح من بعد نروح نضيفو المكونات الاخرين هاكذا تحبو تستعملوا ايضا الباتوغ تقدروا تستعملوه من بعد روحت جبت صافر حبا بيض وضفتها مع المكونات هنا لازم يكون على بلكم باللي هذا العجينة تجيه شيشة يعني تجيب زف بنينة وتجيه شيشة اذا خفتو يعني راح تجيكم حشيشة بزف وتكسر لكم تقدروا ديروا صافر حبا بيض وزيدوا معها شوية بيض هاكا يعني تضمنوا العجينة تحكم ما تجيش حشيشة بزف خلطت صافر البيض مليح مع المكونات الاخرين من بعد ضفت ملعقة صغيرة لفاني ملعقة كبيرة نيشاء وملعقة كبيرة كاكاو البدني كيف كيف راح اخلط هذ المكونات كامل مع بعض تقدروا تضيفو يعني هنا مكسارات مغرف مكسارات تقدروا تضيفو مغرف توفيا كاراميل يعني هنا العجينة انتوما تحكموا فيها وانتوما تديروا فيها واش تحبو من بعد روح تجبت الفارينة وابدي تنظيفها غير بالعقل ولم العجينة تاعي حتى تحصلوا على عجينة تكون طرية ما لازمش العجينة هذي تكون يبسة لازم تكون طرية كي ما قلت لكم موضو كنو ريها لكم كيفش كيفش يكون القوام بتاحها هذي هيا شوفو هنا راني لميتها وشوفو رايت بان بالي راهي طرية بزاف هنا راح نجيب ليمول ليمول هنا يخدمو بوش عندكم المهم نصحكم تخدمو بليمول هذاو متاع الحديد يكونو صغار بيكونوش كبر بزاف بس كو هذه الحلويت مع الحشو يكون مكلف ويكون حلو صافي ما لازمش تديروا مول كبير بزاف راح يرفض لكم الحشو بزاف على بيها من الاحسن تروحو تحوسو على المول هذو ما الصغار هذو ما اللي يديروا الف راك للمول واحد المهم كي عدة اشكال وانتو ما يعني استعملوش عندكم انا يا عندي هذو ما المربعات الصغار بديت نحكم في العاجينة تاعي وندير العاجينة في المول بهذه الطريقة هاكا ما نرققهاش بزاف شوفو نحي هذاك الزائد بهذه الطريقة ومبعد كنكملهم نروح نجيب فرشيطة ونفقوا بهم بالفرشيطة وهنا راني مسخنا انا الفوق التاعي على 170 دراجة ونطيبهم على 170 دراجة يعني النار تكون اقل شوية من المتوسطة بعد ما يطيبوا لي انا طيبهم التحتة ونزيد نشاء لهم الفوق ياخذوا شوية حميرة خفيفة من الفوق هكا بيطيبوني مليح كيما راكم نشوفو هنا ننوريكم كيفاش طابوليه من تحتة ننزحهم كامل نخليهم يبردوا وهنا شوفو كامل لاحظة فقط باش يجوا هما هكاية يعني يلسقوا حبة ما حبة مصح باش يجوا مفينيين مليح نزيدو نعقبوهم في السكرفاج هاكذا يجوا الاطراف تاحهم مستويين مليح وكينديروا حبة ما حبة ما يجيش هذك الفارغ ذوكا راح ندلهم انا كامل هاكذا يا ومبعد نروحوا نحضروا الحشو ومع بعض يعني هذي الخطوة من الاحسن نديروها هكذا باش تجيكم الحلوة مفينية بنسبة الحشو الحشو الاول راح نديرو هنا يا عندي يزوش كيلات غوفريت انا استعملت بيمو كوترحيتو راح ندير عليهم كيلة تاع فايتين الفايتين كيما مولف نقول لكم في البخيستيج دايما حاولوا تكسرهم شوية ما تخلوهم شاكذا كمورسوة كبر انا هنا نسيت بعد ما حطيتها عاودت هكذا بديدت نغطي عليهم هكذا باش يتفتو لي شوية ما يبقى وليش مورسوة كبر ها هكذا ومبعد نزيد عليهم كيلة تاع مكسارات تحبوا تستعملوا كوكا ومحمص انا هنا يستعملت جوز الجوز ما حمصتو مولو رحيتو مباشرة وضفتو مع المكونات هذو ما هذي ثلاث مكونات راح نلموهم الشوكولاتة الطلي نبدأ ونلمو حتى تحصلوا على حشو شوفوا نادرتو شوية انا اشوف مدرتوش طري بزاف بس حانتوما اللي احبيتوه وطري على هكذا تقدروا تديرو يعني ماشي مشكل انا حبيت يعني مدلي القرماشة والجهة الاخرى ذو كندير فيها كرانشي كارامل تقدروا ما تديروش كرانشي كارامل ديرو طفيا كارامل يعني كما تحبو تحبو تديرو حتى الشوكولاتة الطلي كما المرجان يعني السوداء ولا حتى البيضاء هذي كما هذيك الجي المهم راني ندير في جهة واحدة نديرو هذا الحشو المقرمش تاع القوفريت والفيتين والجهة الاخرى نديرو فيها كرانشي كارامل كرانشي كارامل كي تشروها دايما نخلطوها هكا باش تتجانس وديروها في الجهة الاخرى بهذا الطريقة كما راكم تشوفوا يعني هذي الحلوة جي بزف بنينة فيها تناسق هكذا في الأذواق صاب لي جيه شيش معام بعد شوكولة يعني نقلاسي والحلوة تاعنا بالشوكولة احي جي بنينة بزف بزف مام الشكل تاحا احي جي راقي تولم بزف للعيد مام تقطع كمية كبيرة وكما راكم تشوفوا لا فقس يعني ما تكون لكمش بزف الكمية كبيرة على فقس راه تدير يعني تديرو غي شوية فقط كما راكم تشوفوا تفي بالغرض يعني الحلوة التانية راح تجينا معامرة ما شاء الله هكذا أنا نعمرهم كامل يعني الجيه هذه نعمرها كامل من بعد نزيدو الجيهة الاخرى نديرو كرانشي كارامل من الأحسن لبنات هذه اللي تديرو فيها كرانشي كارامل هي اللي تخلوها القاعدة يعني ما شكي ما درته هنا نعمرها كرانشي كارامل هي اللي تجي من تحتها هي اللي تجي القاعدة الحلوة ذو كان نكملهم الأخرين كي ما را ننقولكم ذو كتفهموني مليح كي نعاود نوري لكم هايليك هذي نعمرها كرانشي كارامل ومباد نحط فوقها هذي هكذا بش متسيلناش الكرانشي كارامل ماميلا درتو طوفيا كارامل ثاني ديروها من تحت بش متسيللكمش في الحلوة تحكم المهم هذي كان ملاحظة ايضا ضكنكم الهم كامل ومبعد نروحو نجيبو شوكولة تعال اللي راح نقلاسيو بيها انا استعملت شوكولة دادا بالحالي بدرت لها شوية زيت وراح نقلاسي الحلوة تاعي بها الطريقة شوفوا كيفاش راني ندير نبقى نرفض في الشوكولة ونعاود هكذا ندفق فوقها هكذا بش نضمن انو شوكولة تاعي راهي يعني طلت لي كامل حبة تعال قطو تاعي نحي هذك الزائد ونحطها فوق انا راني نحطهم هنا فوق التابية هذو تاع سيليكون تقدروا تحطوهم فوق الورق زبدة كيما حبيتوا هكذا نحطها فوق التابي كيما قلت لكم من بعد كيتنشف لي نحي هذك الزائد تاع الشوكولة كيتنشف يعني جي سهلا يتنحاوا نورمال ما تغسلوا التابي تحكم انا وليت نقلاسي غير فيهم هكذا البنت سنكملهم كامل ما من قلاسات تحتهم يعني ما شي شرط تحضروا الحلوى وديروها فريجيدر ولا نورمال يعني بعد ما تفرسيوهم تحطوها حدا فوق وحدة ومباشرة تروحوا تقلاسيوهم ما كان حتى مشكل فيهم هكذا أنا راح نكملهم كامل هكذا ومبعد نروحوا نحضروا التزيين تزيينين استعملت هذا المول سيليكون صغير كامل مشي شرط مدور ما ما يكون عندكم مرباعة ولا حتى يعني يكون قلوب صغيرة المهم مول سيليكون يكون صغير دلت له زوج طبقات تاع الشوكولة استعمل دادا بالحالي بدون اي اضافة فرسيتها بالكرانشي كرامل وإلا درتون توماتوفيا كرامل تقدروا تفرسيوها بالتوفيا كرامل هكذا بش يعرفوا وش كين الداخل نحيتهم بعد ما جمدوا يعني بعد ما حكموا روحهم ديت لهم ناكري بلوندوغي ومبعد زينت بهم الحلوة تاعي قبل ما نحطها فوق الحلوة جبت ملمع ذهابي وبديت ندير هذا يعني هذا النمش هذا باش ما تجيش سامبل يعني تجي فيها هذو كن القاطي الدوغي ونحطهم اكيد يعني حلسقهم بالشوكولة هنا لننوري لكم برك ندير شوية شوكولة واللسق هذا كتزيم الفوق هذا مكان وهذه الحلوة تاعي خرجت ما شاء الله في الشكل ومام في البنة بزف بزف بنين هنا رح نقسم معاكم حبة بس شوفوها كيفاش جات من الداخل يعني شوفوا هذه الحلوة صاب لي يجي هشيش ويجي بنين من بعد هذي كلافة المقرمشة كيف كيف ثاني بنينة وكرانشي كرامل ما نهضروش عليها يعني كامل كل حاجة هنا يارهي بنينة اكيد الحلوة تحكم رح تخرج بزف بزف بنينة جربوها البنات على بالي بلي رح تعجبكم هذا هو الفيديو التعنات عنها اليوم ان شاء الله يكون للاعجبكم نتلاقوه في الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة